نفت الممثلة الشعبية فاطمة الزهراء الملقبة بتراكس معرفتها بهوية صاحب حساب حمزة مومبيبي المتخصص في السب والقدفي وابتزاز المشاهر المغربة وقالت تراكس في حديث صحفي إنها تستغرب من الأخبار التي تروج حولها والتي يعرفها الناس دون أن يكون لها علم بها مسبقا وبخصوص مطالبة نقيب المحامين بهائة مراكوش محمد صباني بالتحقيق مع التراكس لتكشف عن هوية حمزة مومبيبي التي ألقت عليه التحية أثناء غنائها بإحدى حفلاتها أوردت المتحدثة مفخ باريش وهتشغيرت خربيق ويدكر أن ساعدة شرف هي التي فجرت ملف حمزة مومبيبي بعد أن كانت إحدى ضحايا صاحب الحساب من المشاهر الذين تعرضوا للابتزاز والسب والقذ ولا يزال الملف معروض للقضاء ويعرف تطورات ومستجدات بين الحين والآخر إذ في كل مرة يتم الاستماع إلى أشخاص جدد ووردت أسماؤهم في التحقيقات المشاهد تيفي قبل أن تخرجوا لا تنسوا أن تابعوا في الاشياء يوتيوب وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا أن تفعلوا جميعا ترجمة نانسي قنقر